من هنا تحت جبال العقبة يتقدم أبطار المقاومة والجيش الوطني بمعسكر 101 لا عقبة يمكنها إيقاف تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مادام أفرادها يخوضون معاركهم ببسالة حيث تواصل مدافعهم التصدي لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في جبهة العقبة التابعة لمديرية خب والشعف كبرى مديريات محافظة الجوف فأهمية هذه المديرية تكمن في أنها تتمتع بموقع استراتيجي كون بعض مناطقها محاددة لمحافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي المتمردة مصادر محلية أشارت إلى أن الجيش الوطني تمكن بعد اشتباكات عنيفة من أسر عدد من عناصر الجماعة الإنقلابية بينهم قيادي بارز يدعى أبو يوسف كما عثرت المقاومة على ثلاث جثث خلال عملية التمشيط وجريح آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط هذه الصحراء تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية الزحف على مديرية خب والشعف حيث سيطر الجيش على جبال الخرشة في منطقة صبرين القريبة من جبال العقبة بعد أن خاض مع المتمردين معارك شرسة وألحق بهم خسائر في العتاد والأرواح الانتصارات المتلاحقة هنا في أغلب جبهات محافظة الجوف تمثل دافعا للمقاومة والجيش الوطني لمواصلة قتاله من أجل تخليص المحافظة نهائيا من قبضة الميليشيا اشتركوا في القناة